السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد النهاردة هنتكلم على أشهر الممثلات اللي أنجبوا أطفال بدون زواج أو من خلال زواج عرفي أشهر ممثلة أنجبت من خلال زواج عرفي هي مارلين مونورو الشرق الفنانة الراحلة هندروستوم هندروستوم ارتبطت بعلاقة زواج عرفي مع المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة بسنت لكن الحقيقة المخرج حسن رضا لم يعترف بابنته وأنقر النسب وأنقر الزواج العرفي فما كان من هندروستوم إلا أنها لجأت إلى المحكمة ورفعت قضية على حسن رضا الذي أضطر في النهاية إلى الاعتراف ببنته بسنت وأصبحت بسنت حسن رضا وهي الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة هندروستوم بعد هندروستوم فيه كمان عندنا القضية المشهورة جدا قضية مهندسة ديكور هند الحناوي اللي قالت أنها ارتبطت بعلاقة زواج عرفي مع الممثل أحمد الفشاوي وأنجبت منه ابنتها لينا أحمد الفشاوي أنقر هذه الزيجة تماما وقال أنه لم يرتبط أبدا بهند الحناوي حتى هي أكبر منه سنا ودافع نفسه بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة لكن الفنانة هند الحناوي رفعت قضية على الفنان أحمد الفشاوي وأصرت على إجراء تحليل الـ DNA لإثبات نسب الطفلة لينا إلى أبوها أحمد الفشاوي وحكمت المحكمة بإثبات نسب الطفلة أيضا القضية المشهورة ما بين زينة وأحمد عز زينة دعت وقالت أن أحمد عز ارتبط معها بعلاقة زواج عرفي ومن خلال علاقة الزواج دي أنجبت ابنين توقم اللي هما عز الدين وزين الدين لكن الفنان أحمد عز رفض تماما الاعتراف بأبنائه من زينة وبالتالي أنكر أنه ارتبط معها بأي علاقة زواج أو حتى علاقة خب لكن زينة رفعت قضية ولجأت للمحاكم وحكمت المحكمة بإثبات النسب